موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا أكد رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أن الحكومة لن تسمح بتنظيم مؤتمر أنصار الشريعة لما يمثله من تطاول على مؤسسات الدولة وأنها ستتصرف مستقبلا مع هذا التنظيم على اعتبار أنه غير قانوني وأنه مارس العنف وله علاقة بالإرهاب وفق تعبيره أوضح العريض أنه أعطى تعليمات واضحة بأن لا يتم التفاوض مع أنصار الشريعة مضيفا أن زعيم هذا الطيارة بوعياض مارس الإرهاب وتعلقت به قضايا كثيرة وهو محل تفتيش من قبل الوحدات الأمنية وفي سياق متصل تجمعت صباح الأحد مجموعات من طيار أنصار الشريعة بمنطقة حي التضامن من ولاية أريانا لعقد اجتماع بالقوة لكن تدخلت وحدة الأمن لتفريقهم باستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع والرصاص المططي وفق مصدر أمنية وطالب المتجمعون بإطلاق صراح الناطق الرسمي لطيار أنصار الشريعة سيفدين الرئيس الذي تم إيقافه بالقيروان ملوحين بالتصعيد في حال عدم إخلاء سبيله من جهة أخرى أعلن الشيخ محمد خليفة القياد السلفي لجهة القيروان أن طيار أنصار الشريعة قرر تأجيل مؤتمره السنوي الثالث إلى يوم الأحد القادم وذلك وفق ما أكده وللجهة عبد المجيد لغوان وقد طلب الشيخ محمد خليفة سلطات بلجهة بتأمين إخراج أعداد من طيار أنصار الشريعة الذين كانوا وصلوا في وقت سابق لمدينة القيروان ورابطوا ببعض المساجد المحاذية لجامع عقب بن نافع حتى يتمكنوا من العودة إلى مدنهم دون أن يقع إيقافهم من قبل عناصر الأمن هذا وقد شهدت مدينة القيروان منوشات بين مجموعة من الشباب ورجال الأمن في باب الجلدين أطلق على إثرها الغاز المسير للدموع لتفريق المتظاهرين ألقت قوة الأمن بالكافة الأحد القبض على شخص أصيل الجهة ينتمي للطيار السلفي حاول افتتاك سلاح أحد الأعوان كان ضمن دورية أمنية بالمدينة أوضح مصدر أمني بالمنطقة أن الموقوف قام بمحاولة افتتاك السلاح عندما استوقفته الدورية وطلبت منه الاستظهار بأوراق هويته أكد رئيس حزم المبادرة كمال مرجان الهدف من منبر الحوار اليوم هو بحث سبولي لم شمل العائلة الدستوري وتوحيدها باعتبارها مكوناً أساسياً للمجتمع التونسي مذكراً برصيدها النظالي في تحرير البلاد وبناء الدولة التونسية جاء هذا خلال اجتماع داخلي نظمته الأحزاب المكونة للجبهة الدستورية بالعاصمة تحت عنوان مكانة ودور الجبهة الدستورية في المشهد السياسية وضع خطير ودقيق من الناحية الأمنية يفرض حداً أدنى من الوفاق بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات هذا ما أكده اليوم رئيس حزب المبادرة كمال مرجان قبيلاً عقاد الاجتماع الداخلي الذي نظمته الجبهة الدستورية الوضع اللي فيه بلادنا اليوم وضع دقيق جداً ووضع أقدر أقول أنه خطير معناها من تكلم عن ناحية الأمنية خاصة ما فماش تنمية بدون أمن ما فماش أمن بدون ما يكون هناك تنمية بطبيعة الحال أخذاً بعيداً اعتبار خاصةً كل الحقوق الاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية في البلاد أعتقدنا أنه اليوم الوضع يفرض حد أدنى من الوفاق لكلم هذا قلناه منذ البداية لأنه ما نجمش نخرج من وضع هذا بدون ما يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف في تونس خاصة الأطراف السياسية ولكن كذلك المجتمع المدني والمنظمات الوطنية مؤسس حزب الوطن محمد جغام أكد بدوره على أهمية التحالف والاندماج بين مكونات الأسرة الدستورية التي قال أنها تتقاسم نفس القيم والمبادئ لمواصلة الاطلاع برسالتها في الحفاظ على مكتسبات البلاد على حد تعبيره التساترة التي وقع لهم كثير من الكلام التساترة هي عائلة موجودة في تونس الناس تربطها بالتجمع والناس تربطها بالحزب الاشتراكي الدستوري على كل حال فما عائلة دستورية الهدف متاعنا هو باش نشوفه أولا تم وقعنا على الساحة السياسية اليوم دورنا كما قلت لك معناها بعد الثورة والتزامنا بطبيعة حال بالعمل من الفائدة المصلحة العامة والفائدة الوطن كيف يشيكون في أفضل الظروف وبالتعاون مع كل من يرغب في التعاون معنا وخدمة للمصلحة الوطنية كما قررت كل أحزاب المبادرة والوطن الحر والوحدة والإصلاح واليمامة الزرقاء أن تندمج في حزب واحد وثق عليه اسم المبادرة الوطنية الدستورية أربع أحزاب كما أعلننا عنها أمس المبادرة والوطن الحر والزرقاء اليمامة والعدالة والإصلاح كذلك هذا هو الحزب الرابع وبالتالي هذا موضوع آخر كيف أقول لك حبيت أن نشير له لأنه أعلننا عنه أمس ويبقى مفتوح لأي حزب آخر عنده مرجعية دستورية أو قريب من المدرسة الدستورية وجاء في بيان مشترك أمس أن الأحزاب المتحدة تلتزم بمواصلة العمل داخل الجبهة الدستورية والمشاركة في بناء مجتمع جديد قوامه تركيز ثوابت دولة القانون والديمقراطية والحداثة بات من المؤكد تغيير عدة وزراء في حكومة عليزيدان الحالية إثر إقرار المؤتمر الوطن العام في ليبيا قانون العزل السياسي وتدهر الأوضاع الأمنية إلى حد بات مطلب الشارع تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو أمن قومي لضبط ليبيا أمرا ملحا ويتطلع الليبيون إلى حكومة تخدم ملفات الأمن والسيادة الوطنية وتأسيس جيش وطني قوي لمواجهة تداعيات غياب الأمن على الاقتصاد والحياة السياسية ألمح المتحدث باسم الرئاسة المصرية لاحتمال القيام بعمل عسكري للإفراج عن الجنود السبع المختطفين في سيناء منذ يوم الخميس الماضي في حين يواصل جنود غاضبون إغلاق معبر رفح الحدود مع قطاع غزة وذلك على خلفية حادث اختطاف زملائهم وكانت تقرير إعلامية ذكرت أن الجيش المصري دفع بوحدات من قوات الساعقة والمدرعات لشمال سيناء استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية واسعة لاستعادة الجنود المختطفين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومتها لأحد أن إسرائيل مستعدة لمنع وصول أسلحة متطورة من سوريا أو عبر سوريا لحزب الله أو لأي تنظيمات متشددة أخرى وشار نتنياهو لأن إسرائيل هي التي ضربت الأهداف العسكرية في سوريا مؤكدا استعداد بلاده لتوجيه ضربة عسكرية أخرى إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو سوري محتمل ولتوجيه ضربة عسكرية أخرى لسوريا هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته لاحد وسرح نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لمنع وصول أسلحة متطورة من سوريا أو عبر سوريا لحزب الله أما الرئيس السوري بشار الأسد وفي حواره مع صحيفة أرجنتينية أكد أنه لن يترك سوريا دون أن يوصلها إلى بر الأمان معتبرا استقالته تهربا من المسؤولية كما رحب الأسد بالجهود الروسية الأمريكية من أجل عقد مؤتمر سلام بشأن سوريا في المقابل أعلن الرئيس السوري رفضه للحوار مع المعارضة المسلحة مشيرا إلى أن الحوار مرتهن بعدم حمل السلاح ميدانيا يوم دام عرفته سوريا حيث أشر ناشطون سوريون إلى سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا و300 جريح الأحد في قصف عنيد على مدينة القيسر بمحافظة حمص وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لعمل عسكري واسع لاسترداد المدينة الخاضعة لسيطرة الثوار وبدورها قدرت الهيئة العامة لثورة السورية حسيلة قتل الأحد بمختلف أنحاء سوريا ب27 قتيلا على الأقل اعتقلت القوات الإسرائيلية الأحد عشرة فلسطينيين في الظفة الغربية بعد أن دهمت مدن جنين والخليل وبيت لحم والعزرية بالقدس وسط إطلاق نار كثيفة وتشن القوات الإسرائيلية يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في الظفة قال رئيس الوزراء الأردني عبداللانسور أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي قرار سيادي لافتا إلى أن قطعها يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي أقرها مجلس الأمة وأكد انسورا أنه سيجري تعديلا على حكومته بعد أن حسم الملك الأردني عبدالله الثاني مسألة عدم دخول النواب إلى الحكومة في هذا التوقيت ترح الرجال وعشائر بالتنسيق مع لجاني تنسيق الاعتصام في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية مبادرة جديدة تهدف إلى نزع فتيل التوتر والتهدئة بعد تصاعد أعمال العنف واندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وأحدى العشائر بالمحافظة وتشهد محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل وكاركوك ذات الأغلبية السنية منذ ديسمبر الماضي اعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي احتجاجا على ما يصفونه بسياسة التهميش الممنهج ضدهم قالت منظمة الصحة العالمية أن السعودية أبلغت عن حالة أخرى للإصابة بسلالة جديدة من عائلة الفيروسات التاجية التي تعرف باسم كورونا نوفل وذلك في ظل استمرار الغموض حول الآلية الدقيقة التي قد ينتقل بها الفيروس من البشر والمصدر الحيواني للفيروس وكذا الفيروس قد ظهر العام الماضي في الشرق الأوسط وانتقل إلى أوروبا نفذ في إيران حكم الأعدام بحق الشخصين أحدهما أدين بتهمة التجسس لصالح المصاد والثاني لصالح المخابرات الأمريكية وفدت وسائل أعلام إيرانية بأن أحد المتهمين كان يجمع معلومات أمنية وسرية ويضعها خلال لقاءاته المتكررة مع نصر جهاز المصاد الإسرائيلي خارج البلاد تحت تصرفهم بينما كان الشخص الثاني يجمع معلومات في مختلف المجالات ويضعها تحت تصرف عناصر بالمخابرات المركزية الأمريكية نشرت كوريا الجنوبية الأحد سواريخ إسرائيلية الصنع ذات توجيه عال وقدرة على ضرب المدفعية الكورية الشمالية على الجزر الحدودية في البحر الأصفر يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الجارة الشمالية ثلاثة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي مما دفع قوى غربية لدعوة بيونجانج إلى ضبط النفس من جانبي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى ودعو بيونجانج إلى الأحجام عن إطلاق المزيد من الصواريخ والعودة إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية في هذا الخبر مشاهدين نصل إلى اختم نشرتنا نلقاكم في موعد أخبارية اللاحقة اشتركوا في القناة